بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المثلين النبي الله محمد وعلى آله الأطهار الميامين هذه الجلسة بمناسبة وفاة الإمام محمد الباقر عليه السلام فهذا الإمام شخصية مرجعية معرفيا وعلميا وروحيا وقد شارك في مجالات إسلامية أو مجالات المعرفة الإسلامية وكتب الباحثون وأهل العلم اجتهاداته وآراءه في مجالات معرفية عديدة في الفقه في الحديث في التفسير القرآني في الرواية ونحن المتأخرون اهتممنا بدراسة جانب من الفقر الإرشادي وهو جزء من المعرفة الإنسانية وسبق لنا أن أعددنا دراسة سابقة ضمن مسابقة العتبة العباسية قبل أربع أو خمس سنوات وبالتحديد سنة 2016 وستعش اخترنا موضوعا مهما لدراسة فكره الإرشادي وهو دراسة إحدى وصاياه الطويلة لصاحبه جابر بن يزيد الجعفي وهي دراسة منشورة في عدد من المصادر الإسلامية مثل البحار الأنوار ومثل تحف العقول وهذا العلم يرتكز على ثلاث مرتكزات علم الإرشاد يقوم على موضوع وهو وقد اهتممنا به في نص الوصية الطويلة المنشورة في كتاب تحفل عقول وقد اخترنا كمتكز آخر المنهج وتناولنا موضوع ودراسة الوصية الباقرية الإرشادية لجابر بن يزيد الجعفي أكثر من منهج منهج تاريخي منهج موضوعي منهج تحليلي منهج نفسي أو سايكولوجي وتكون بالطبيعي نتائج لهذا البحث منها هذا الكتاب هذا الكتاب الآن هو ثمرة جهد لعله استغرق ثمانية أشهر حتى ينجز ويكون جاهزاً للعرض وللمسابقة عنوان هذا الكتاب العملية الإرشادية وبناء الشخصية العبادية يراد من ذلك أن هناك علاقة ما بين توجيهات الإمام وإرشادات الإمام العملية والنظرية وتأثيرها المباشر وغير المباشر في بناء نمط عبادي للشخصية المؤمنة وسميناه في عنوان الكتاب الشخصية العبادية إذن موضوع هذه الحلقة أو هذه الجلسة العلاقة ما بين المحتوى الإرشادي والمعرفي لوصية الإمام الباقر لصاحبه جابر ابن يزيد الجعفي وبين تكوين مقومات شخصية عبادية يريد يريدها الله سبحانه وتعالى ونبيه وأهل البيت هذا الكتاب غايته إذن دراسة جانب من الفكر الإرشادي في تراث الإمام الباقر ومعرفة آثاره الإيجابية على الشخصية العبادية هذا هدف بارز رئيسي هدف آخر أننا أردنا أن نستفيد من خبرتنا ببعض المعرفة الإنسانية المعاطرة وهي خبرة قاصرة ولكنها ممكن أن تصل فكر الإمام سلام الله عليه إلى هؤلاء الشباب من الأجيال الحاضرة الكتاب الكتاب كما ترون أخواني الأعزاء مكون أو تم الدراسة الوصية في عشرة فصول فصول الأول تحدثنا فيه عن سيرة الإمام أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام وكان هذا في الفصل الذي أتى بعد المقدمة مباشرة ثم كتبنا فصلا ثانيا فيه مقدمات أولية عن الوصية نفسها اللي موجودة في مصادر إسلامية ومنها تحفل العقول وهي نص مطول نسبيا أخذ تقريبا ثلاث صفحات أو صفحتين ونصف وفي الفصل الثالث تحدثنا عن العملية الإرشادية مفهوم الإرشاد في معناه اللغوي في معناه الإصطلاحي في معناه الإرشادي أو العلمي أو وأيضا تحدثنا عن مهارات ومكونات العملية الإرشادية ومهارات المرشد وأدوات المرشد مثل الملاحظة مثل المقابلة مثل دراسة الحالة وإلى آخره هكذا يعني قدمنا لدراسة الوصية كنص إرشادي وهيئنا القارئ الكريم إلى استقبال مضامين هذه الوصية الشريفة ثم تحدثنا في الفصل الرابع عن السلوك عن الشخصية الإنسانية أولاً ثم تحدثنا أيضاً في هذا الفصل الرابع عن السلوك الإنساني مفهومه ومكوناته وتنظيمه ومبادئه وخصائصه الذاتية وانتقلنا بعد هذا الفصل إلى موضوع مهم هو جزء من الشخصية الإنسانية وجزء آخر أو مظهر آخر من مظاهر السلوك الإنساني هي البحث عن مجموعة الانفعالات النفسية التي أشارت لها الوصية وحددنا مفهوم الانفعالات وشروط حدوثها وأنواعها بإشارات واضحة وبنصوص وألفاظ واضحة من نص الوصية الكريمة وظاهرة الانفعالات مثل ظواهر كل أنواع أنواع السلوك الإنساني مثل الذكاء مثل الفروق الفردية مثل الإدراك مثل الإحساس كلها تخضع إلى عوامل مؤثرة أي السلوك الانفعالي يتأثر بمؤثرات بعضها وراثية وبعضها اجتماعية أو يعني من تدخل المربي وبعد هذا الفصل الوصية لفتت نظرنا إلى وجود عدد من الحاجات الإنسانية وهذه الحاجات تحتاج إلى توجيه وإلى إرشاد حتى يتم إشباعها بالطرق المشروعة التي يريد الإمام الباقر عليه السلام أن تتحقق في سلوك الإنسان المؤمن وذكرنا بعد الراصد والتتبع والملاحظة والبحث هنا وهناك في سطور الوصية وألفاظها بحثنا عن أنواعها وهناك إشارات إلى حاجات الإنسان في الأمومة في الجنس في التفكير في الانتماء في العبادة كل هو حاجات لصيقة بالتكوين الإنساني وثمت ألفاظ وثمت جمل وعبارات أشارت إلى بعضها وهذا طبعا تحديدنا إلى الإنفعالات وإلى الحاجات هو عمل في النهاية اجتهادي نكون قد أصبنا ونكون قد أخطأنا الله أعلم والله سبحانه وتعالى دائما يوفق عباده ذكرنا عن الحاجات وأن الانفعالات وأن أنماط السلوك الأخرى تحتاج إلى قيم مؤثرة إرشادية فهنا هناك الفطرة هناك الوجدان هناك العقل هناك العلم هناك الدين هناك الصبر هناك الأخلاق هناك الوجدان الإنسان كلها قيم إرشادية تضمنتها الوصية الشريفة أو الوصية الباقرية سلام الله عليه وتناولنا في الفصل الثامن القيم الإرشادية الموجهة لطرائق تنظيم السلوك الإنفعالي وإلى إشباع الحاجات وفي الفصل هذا كله في الفصل الثامن أما الفصل التاسع فتناولنا مبادئ للعمل الإرشادية يعني مثلا مبدأ التوجيه مبدأ التعلم مبدأ التوبة مبدأ التغذية الراجعة وتناولنا في الفصل الأخير نوعين أولا تناولنا بإشارة سريعة وهي كلها مرخل بعد أيضا تناولنا المشكلات السلوكية وذكرها وذكرها الإمام كبعض المشكلات الأخلاقية على سم المثال التكبر مثلا وإلى وإلى جانب إشارتنا إلى المشكلات السلوكية تناولنا في هذا الفصل الأساليب الإرشادية في مرحلته مرحلة وقائية يعني قبل أن تحدث الأخطاء وقبل أن تنمو المشكلات وتوجد المشكلات هذه المرحلة الأولى مرحلة الوقائية ثم تناولنا أيضا إشارات الوصية إلى بعض الأساليب العلاجية مثل التوبة هناك في هذا الكتاب أيضا هذا على نحو مجمل الموضوع الأساسي الذي ركز عليه الكتاب موضوع العملية الإرشادية وما تضمنته من دراسة لمظاهر السلوك الإنساني في بشكل موجز في مختلف حالاته وقد تمت دراسة الكتاب بمنهج خليط يعني خليط أو مكون من بعض المناهج على نحو قصير غير تفصيلي لأن كان الوقت لا يسمح بدراسة معمقة للمناهج بل كان الموضوع ليس دراسة المناهج وإنما الحقنا الإضافة هذه دراستنا عن المناهج إشارتنا للمناهج باعتبار أنها مدخل لدراسة العملية الإرشادية وعلاقتها ببناء نمط الشخصية العبادية هناك عدة مناهج نشر لها بعالعجل أولا الوصية مكونة من مجموعة جمل ومجموعة عبارات وفقرات يمكن لأي باحث أن يدلسها بطريقة تفكيكية يعني جملة جملة يخلص من شرح الجملة الأولى ثم الجملة الثانية ثم الجملة الثالثة هذا منهج متبع في دراسة التفسير القرآني وفي بعض الأدعية وفي بعض النصوص المطولة هناك أيضا منهج يقابل هذا المنهج التفكيكي التجزيئي يعرف بالمنهج التكاملي أو المنهج الموضوعي مثلا في الدعاء أو في الوصية مجموعة انفعالات على الباحث أن يفتش عليها من بدء الوصية حتى نهايتها ثم يجمع هاي الانفعالات مظاهرها أنواحها ويفرزها السلبية في صوب والإيجابية في صوب ويكتشف أو يحاول يفتش في الوصية عن العوامل اللي لها علاقة بهاي الانفعالات ثم يبدأ معالجة موضوع الانفعالات بنحو متكامل يكون وجهة نظر من الوصية عن موضوع اسمه الانفعالات وهكذا أيضا موضوع الإرشاد وهكذا موضوع القيم وأيضا موضوع الحاجات الإنسانية فالمناج الموضوعي مهمته أن يجلس الظواهر وهي متباعدة في نص متباعدة في نص الوصية ويجمحها ويكون وجهة نظر تكون سهلة على القارة أن يفهمها هناك منهج تاريخي هذا النص صدر في وقت وصدر في ظروف وفي نفس الوقت شلون تفاعل وياه فهذا النص شلون صار متى صار على الباحث أن يعرف متى صار هذا في أي سنة صار وهل هو هذا صار هذا هذا النص حدث ما بين الإمام وما بين صاحبه جابر الجعفي هذا كله تاريخ هذه مهمة المنهج التاريخي أن يعرف تاريخ النص والظروف التاريخية المحيطة بالنص هناك منهج تحليلي أذكرنا إليه المنهج التحليلي أننا نجد ظواهر في هذه الوصية فوظيفتنا دورنا أيضا أننا نقوم بتحليل الوصية هذه وتبسيطها وتجزئتها ثم ربط هذا الموضوع وذاك الموضوع وذاك الموضوع في نسق واحد يعني في البداية نفق ثم نربط ما بين الظواهر السلوكية الموجودة في نص الوصية الشريفة المنهج الذي استخدمناه في هذا الكتاب أو في دراس هذا الموضوع كما قلت كان خليطا من منهج نقلي روايات نقلناه من مصادر ومنهج عقلي ومنهج موضوعي ومنهج تحليلي وفي النهاية وصلنا إلى مجموعة نتائج نتائج تقريبا أرضناها يعني في آخر فصل من فطول الكتاب حوالي 23 نتيجة يمكن أقل يمكن أكثر يعتمد هذا على جهد الباحث ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعظم الله وجوركم في ذكرى وفاة واستشهاد الإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام والسلام عليكم